جلس الإمام مالك في المسجد النبوي كعادته يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والطلاب حوله يستمعون وفجأة صاح صائح جاء للمدينة فيل عظيم جاء للمدينة فيل عظيم ولم يكن أهل المدينة قد رأوا فيلا قبل ذلك فالمدينة أصلا ليست موطنا للفيالة فهرع الطلبة كلهم ليروا الفيل وتركوا مالكا وحده إلا يحيى بن يحيى الليثي بقي جالسا فقال له الإمام مالك لما لم تخرج معهم هل رأيت الفيل من قبل قال يحيى إنما قدمت المدينة لأرى مالكا لا لأرى الفيل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة